الأبناء أمانة عظيمة في عنق الوالدين فالإحسان إليهم والحرص على تربيتهم أداء للأمانة وإهمالهم والتقصير في حقوقهم غش وتضيع للأمانة وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم كلكم راع ومسؤول عن رعيته فالإمام راع ومسؤول عن رعيته والرجل راع في أهله ومسؤول عن رعيته وكثيرا ما ينحرف الوالدان عن المنهج القويم في تربية الأبناء عن جهل أو غفلة وتغليبا للعاطفة دون إدراك لنتائج ذلك الانحراف ومن المظاهر الخاطئة في تربية الأبناء التذبذب في المعاملة وعدم استقرار الوالدين على استخدام أساليب الثواب والعقاب فيعاقب الطفل على سلوك معين مرة ويثاب على السلوك نفسه مرة أخرى الحماية الزائدة للطفل وقيام الوالدين بمسؤولياته التي يفترض أن يقوم هو بها مما لا يعطيه حرية التصرف أو فرصة اتخاذ القرار بنفسه في كثير من أموره إهمال الطفل وتركه دون تشجيع أو محاسبة أو توجيه وغالبا ما يكون ذلك ناتجا عن انشغال الوالدين تأنيبه وعقابه أمام أصدقائه ورفقائه مما يسبب له الحرج البالغ التفرقة وعدم المساواة بين الأبناء مما يولد بينهم الشحناء والحقد والحسد تنشئة الأولاد على الجبن بتخويفهم الدائم عند ارتكاب أي سلوك خاطئ فينشأ الطفل جبانا يخاف مما لا يخاف منه الدلال الزائد وتحقيق أكثر رغبات الطفل وعدم توجيهه أو كفه عن ممارسة السلوكيات غير المقبولة والتساهل معه في ذلك القسوة المفرطة واحتقار الطفل وتعنيفه على ارتكاب أي خطأ بصورة تشعره بالمهانة وهو الوجه المقابل للدلال الزائد وكلاهما مرفوض وخير الأمور أوساطها والحكمة تقتضي الموازنة وإشباع حاجات الطفل النفسية من العطف والذفء الأسري دون تقصير في توجيهه أو تقويم أخلاقه